فعليات كوب 27 لسه مستمرة ولكن من اهم الفعليات وجلسات العمل وبرش الموجودة هي اللي بتدي فرصة دايما لعقد الاتفاقيات المختلفة سواء كانت مع المنظمات او مع الهيئات المختلفة او حتى بين الدول وبعضها معنا دلوقتي مستر كين كاتو وهو الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر وهنتكلم عن دور الجايكا هي طبعا الاسم الاختصار الخاص بيها هي الجايكا الهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر وهنتكلم عن دورها في كوب 27 اللي هي بتقدمه وإيه كمان اللي ممكن تعمله مع مصر علشان نقدر نتعامل مع التحديات المناخية شكرا لكم سيد جاكو لانضمام إلينا نتحدث في البداية عن جايكا وما تفعله هنا في مؤتمر المناخ كوب 27 جايكا تمثل الوكالة اليابانية للتنمية الدولية وهي منظمة حكومية يابانية للمساعدات ومعنية بالتعاون الفني والتمويل والاستثمار والتعاون الدولي هي نافذة لتقديم المساعدات الفنية والتقنية ما هو نوع التعاون التي تقدم في كوب 27 لدينا حدثان أحدهما عن تطوير الهيدروجين واستخدامه في التنمية المحلية وأثره في البنية التحتية في مصر وبالتالي نتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الجانب نريد أن نتحدث عن نوع العمل المعني بالتغير المناخي ماذا تقدمه؟ نعم جايكا تقدم المساعدات في مشروعات البنية التحتية وخاصة في الطاقة والكهرباء ونحن نقدم التعاون الفني وعلى عديد من المجالات التي نقدمها في مجال الطاقة في مصر ونحن نساعد وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ووزارة البترول وفي مجال التنمية الصناعية وهذا هو نوع المساعدات التي نقدمها وأنشطتنا في نوع في مصر وأيضا في مجال التكيف مصر تقوم بمنطبها في مجال التكيف مع المناخ وبناء محطة في دايروت لتوليد الطاقة الكهربائية ونحن نقدم مشروع بقيمة نحو خمسة ملايين ين ياباني لمصر ونحن نساعد في هذا الشأن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر أيضا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ما هي المشروعات الأخرى في مجال التعاون بين جايكا ومصر نعم لدينا مجالات عديدة للتعاون أهمها السياحة فنحن نقوم بتمويل مشروعات البناء مثل المتحف المصري الكبير وهو أكبر متحف من نوعه في العالم ونحن نتشرف بتقديم المساعدة في مثل هذا المشروع الضخم مشروع آخر مجال التعليم هناك اتفاقية بين حكومة مصر وحكومة اليابان وهناك شراكة بيننا في مجال التعليم للتعليم دون السادسة عشر من العمر وذلك من خلال طلق التدريس اليابانية وهو نوع من الطريقة اليابانية في تدريس الأبناء والتلامذة والمدرسة المصرية اليابانية على سبيل المثال هناك موجود متطوعون يابانيون يعملون فيها من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات التعليمية هل هناك مشروع تعليم أخضر؟ هل يمكننا القول بذلك؟ هذا هو أحد المشروعات ومن يومين سابقين قمت بزيارة شرم الشيخ ونحن نقوم بأنشطة بهدف خدمة مسألة تغير المناخ وهو ما يمكن لنا القيام به وهناك بعض التلامذة من الأنسات الذين يقومون بتقديم رسائل فيما يخص تغير المناخ شكرا لكم سيدي لانضمامك إلينا شكرا لكم وده كان لقاء خاص لمستر كين كاتول الممثل الرئيسي لهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر وعن أليات التعاون بين جايكا ومصر وكيف تتعامل جايكا مع التغيرات والتحديات المناخية في الأساس ولكن أيضا بجانب التغيرات المناخية هناك أيضا عدة مشاريع بين جايكا ومصر جاري العمل عليها ومنها من بدأت بالفعل أن يتم تطبيقها على أرض الواقع على سبيل المثال المدارس المصرية اليابانية وطرق التعلم ودمج التعليم المصري والياباني